رجوعا بقى لعيد الحب وتاني بما ان النهاردة عيد الحب فعايزين في البداية طبعا نتوجه بكل الحب لجماهير النادي الاهلي اللي هم بيمثلوا خير مثال للانتماء والحب الحقيقي للنادي الاهلي الجماهير اللي دايما ورا كل فرق النادي مش بس كرة القدم ورا كل فرق النادي وكل رموز وكل مسئولي بيتحملوا اي صعاب عشان يقدموا كل اشكال الدعم والمسندة لناديهم هم الترجمة والمعنى الحرفي للاخلاص وايضا للعطاء وفعلا يعني بنلاقيهم دايما ومن قديم الازل على الحلوة وعلى المرة مع النادي الاهلي لان هم يعني حتى يوم لما بيزعلوا من حد من اللعيبة فأي موقف من مواقف دايما يعني عمر دا ما منحهم ان هم يستمروا في المساندة وفي الدعم للكيان ككل بقينا كل فترة والتانية بنسمع يعني من كل حتة في العالم ناس بتتكلم عن جماهير النادي الاهلي يمكن اخرهم كامل طبعا المعلق الاماراتي الأستاذ عامر عبدالله في ماتش برونزية المونديال قال كلام جميل كتير من ضمنه قال حب جماهير النادي الاهلي لناديها غير طبيعي احنا يعني قلنا بقى ايه نستغل اليوم دا عشان نقول لكل من هو منتمي لي جماهير النادي الاهلي بمناسبة ايه الحب ليك عندنا كميات وافرة من المحبة جماهير تستحق كل التأذير وكل الاحترام انا بتفن معك جدا لان متي تتكلم فعلا عن جماهير الاهلي واحنا مجي نقول كلام دا عشان نطلع يعني نقول مجاملة ما احنا برضو من جماهير الاهلي او من جامل نفسنا يعني مفيش كلام دا على الارض هو دايما النوضوع بيحسب فلما تيجي تتكلم في جماهير زي ما بيتقال فعلا على الحلوة وعالمرة رغم اي صعوبات الاهلي بيواجهها او حتى بطولات بتروح او مطشاط ربما ممكن يكون الاهلي بيقدي فيها افضل بس عمره ما بيقلل من حد عمره ما بيقول ايه النادي دا عمره ما بيغير محبته ليه النادي الاهلي فده شفناه ممكن كمان بيتكتب حاجة وكان الفترة اللي فاتت وحنا عرفنا الاسباب بس بلا الدخول في الاسباب يعني لما كان بيتكتب حاجات كتيرة ولهاش اي معنى من مواقع مختلفة او بعض يعني النقاد على كل حال خاصة بيه الاهلي كان دايما الجماهير هما اللي بيردوا يعني انت مش محتاج حتى تطلع تتكلم كان الجماهير هي اللي بترد هي اللي بتدافع فدي حاجة فعلا تحسب لنا يعني حتى احنا يا كريم والله لما حد بينتقدنا الجماهير الاهلي على السوشال ميديا بتخش تدافع عننا حتى كلام يعني ممكن الواحد ما يبقاش مدايق منه اي حاجة بتتقلم بس مش كل كلمة هتتقل عليك او على النادي او على اي حد هتفرق على فاكر فيه حاجات مش مهمة بس تلاقي برضو الناس في ظهرك فأي حد ينتمي للنادي الاهلي هو ليه فعلا ظهري ليه عيلة فبجد لا ده شفنا الفترة الفاتت فالحق يقال يعني وحاقة صد دايما ضد اي هجمة يعني من شأنها ان هي تنال من تاريخ النادي الاهلي ومن ثقل ومن اهميته يعني اي محاولات يائسة ومائسة لاضعاف عزيمة وهز تاريخ النادي الاهلي اول حاقة صد على الاطلاق هو الجماهير ومش اي حاقة صد الاهلوية بسم الله ما شاء الله كما وكيفا قلبا وقالبا يعني حدوطة كبيرة جدا الناس دي تدرس عايزة اقولك والله في الحب والامتماء يعني فاكل اتفع معك جدا فصباح الحب والمحبة عليكم جميعا يا رب ودائما كده نكون وقفين مع بعض زي ما بيتقال فعلا لهاشتاج اللي عمل ملايين عيلة الاهلي فيا رب دائما نفضل عيلة في ظهر بعد كده ندعم ندينا مجلس الادارة بتاعتنا الادارة الفنية القناة بتاعتنا المزعين بتوعنا الجماهير بتوعنا كلنا يا رب دائما عيلة واحدة مع بعض